حكم تحديد ده رقم معين لصور القرآن والدعاء بعدها اللي يكونوا مستجاب زي قراءة صورة الفتاحة مئة مرة والدعاء أو قراءة البقرة يومية هذا ما دل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ليس هناك دليل على ذلك طيب نيجي بقى للمعنى العام في هذا الكلام المعنى العام طيب قراءة القرآن والدعاء بعديها ده عبادة من أفضل العبادات ده قالوا ما هي أفضل الأذكار قالوا أن تذكر ربك بكلامه والقرآن كلام الله يبقى أنا لما أقرأ القرآن سنة من العدد لأن العدد ده ما فيش فيه دليل على هذا ولكن قرأت جزءا من القرآن قرأت صورة البقرة ودعوت بعدها دائما بعد الطاعة يستجيب الله الدعاء لذلك الدعاء بعد فعل الطاعة مستحب قديت صلاة صلت فريضة صلت ركعتين صمت يوم عملت عمل طيب بعدها على طول إدعي لأنك تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى أما أننا أقول أقرأها بعدد معين عشان هعمل كذا لا هذا يعني ليس فيه أمر توقيفي لا من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مولانا مش دي من قرأها كل يوم شوفي حضرتك بيتحقق الحاجة اللي احنا عايزينها ما نقدرش نقول كده ما نقدرش نقول لها تحقق من حاجة ولكن اقرأ الزهراويني الزهراويني اللي هي البقرة وقالعمران خلاص كده طيب سيدنا نبين أنها يعني لا تستطيعها البطلة يعني الصحر لا يقدرون عليك من يريد أن يؤذيك أن يؤذيك لا يستطيع أن يقدر عليك تطرد الشيطان من حياتك إذن القرآن عموما له بركة أما مسألة إننا نقولها أقرأها كذا مرة بتاع طيب ما نقول حضرت توقيفية عن رسول الله آه هذه توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإقرأ بأي عدد في حاجة تانية علشان لا نهدر ما ورثناه في يعني كتبنا عن الصالحين وعن الأولياء هناك ما يسمى بالمجربات المجربات إيه جربوا كراءة مثلا آية الكرسي 11 مرة وجدوها بتعمل انشراح للصدر وتطرد الاكتئاب وتبعد الشيطان عنك خلاص لا مالا حتى ولو لم يكن فيها نص عن رسول الله بأنها بالعدد الفلاني ده جائز في هذا الوقت من باب المجربات لا اشتركوا في القناة